معي الحج سيد من دومياط اتفضل يا حج سيد اخبارك ايه الحمد لله لا يتحل بعمرة انت منين في دومياط قالي من متى الشيوخ ماركة الفراسكور يا اهلا وسهلا بيك النهار ده روحت الادارة الزراعية والمايكان الزراعية في فراسكور عشان احصي اعكسكم باين يجي يحصد له ايو قالوا لي الساعة بربعمية وتمانين جديد والمكبس مكبس القش عشان ما ولحش فيه بربعمية جناعة الفدان ما عرفش الاسعار مغادة فيها هو يا سيد سامح او قطاع الماكرة الزراعية طيب بانت عندك كان فدان اساسا انا عندي خمس ساعدين ونص ال Combat اللي هو هيحصد بربعمية وتمانين جنيد في الساعة ده انا هو الفدان بيحصده عشان وخمس دقايا الفدان في ساعة اه بيحصده في ساعة وصاعة وخمس دقايا يعني انت عشان تشتغل في الخمس فتاديين عايز الفين وربعمائل جنيه? بالضبط كده يا استاذ. والفين جنيه مكبس? مكبس اشياء. طيب. النهاردة انا هنكلم قطاع الميكانة ونعرف ايه الاخبار والاسعار دي على اي اساس. طيب. بعدين كلمت فياتك يوم تمنتاشر ثمانية. بقول لك ايه وانت دلوقتي لما تيجي تروح تاخد المعدات دي من اي حد في القطاع الخاص. انا ما بثقش في القطاع الخاص. لا انا سيبك من الثقة مش بكلم عن الثقة. اسعارهم ايه? اسعارهم ايه? اسعارهم ايه? اسعارهم تلتمية تلتمية وخمسين الفداد. يعني اقل. اقل بينهم بكتير. طيب بتقول للمكلمتني امتى? يوم تمنتاشر تمانية علشان الحكومة تنفع الحظ عن تفضيل الغزر. تفك الخناء هنرقبت الفلاح طوية. طيب انت اقول للحكومة الكلام ده على الهوى لان انا كسامة حبدالهادي مش موافقة. انت بقى انت ده طلبك كفلاح ان انت عايزين تزدر الرز. ده طلبك. انا انا بوصر رسالتك. طلب ماشي. تمام? سيادتك مشكور. بس لما بيع كيلو الرز بتلاتة جنيه او بتلاتة جنيه ونصر. كوبايت الشاي على اي كافية بسبعة جنيه. تعدوكم كافيهات? مليا الدين يا حالدة والله بسبعة جنيه. طيب اسمعني بقى هو فيه مين اللي ببيع كيلو الرز بتلاتة جنيه دلوقتي? بياخدوه من الى بتلاتة جنيه دلوقتي. لا لا. اقل سعر اقل سعر والفلاح بيرفض يبيع بيه تلاتة سبعمية. ما وصلش عند تلاتة سبعمية. لا 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 لا. بالعكس انتو عندك. انتو عندك باتباه ان اردت تلاتة وانتاني لحباها رزيعة. انتو عندك الرز في المنطقة بتاعتك في فراسكور دي من احسن الانواع على فكر. ونوعية. 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 ونوعية المياه كمان كويسة. وبالتالي. مياه من نيل. فانت ما تكلمنيش على انضف اه محصول ارز موجود. وتقول لي لا ده بتلاتة جنيه. طيب. انا بنزل وبشوف وبتكلم مع الناس وبسمع منهم. ابعتلي تاجر من عندك ياخد مني. انت عايز حد يشتري نكلم لك والله. اه. حد يجي ياخد شعير ياخده كم? ما هو هيدربوه ما هو بياخده شعير. اه. وياخده من وراء المكنة. ايو. ما يقولش حمصه. بتقول ايه? ياخده من وراء المكنة على طول. تمام. ماشي ياخده من الارض تقصد. هو يجي هو يجي شيره من المحصول من الارض. تمام. حاضر. والتليفون عنده حاضطة. ماشا حاضر. ماشا يا والله يخليك. ربنا يا كريم. باشكرك حاج سيد. حاج سيد من دمياط بيتكلم على اه الميكانة. الكمباوند بيقول له روحت في قطاع الميكانة. قال له بربعمية وتمانين جنيه. اه للفدان هياخد سعة. فاحنا عايزين نتأكد من الاسعار دي ومن المدة. الرجل عنده خمس فددين. وعاوز كمان مكبس. بيقول لي القطاع الخاص ارخص. طب ده يعني دي كلها حاجات محتاجة ان احنا نتواصل مع قطاع الميكانة. ونشوف ايه الاسعار واغبارها ايه والخدمات متوفرة ازاي. اه اما بقى بالنسبة للارض احنا بنوصل رسالة المزارع. هو بيقول عايزين ان الحكومة تفك عن رقابتنا شوية ونصدر. بس انا عايز اقولك ان خطة الدولة النهاردة اللي ابتدنا يعني نشوف لها مردود ملموس. ان احنا نتوسع في اه اه زراعات الاعلاف. وزراعة القطن. وده اثر على كمية الارض المخالف اللي تم زراعته. يعني قلت عن السنوات الماضية. نجاح منظومة تسويق القطن والدرة. في الموسم القادم هنلاقي ان فعلا في توسع اكتر وده هيب على مساحة اكبر من من الارض المخالف. فده يخلينا نقول ان احنا هنزرع المساحة اللي محتاجها الشعب المصري. فمش معقول بعد ما احنا عندنا مجهود كبير جدا عشان نوفر الارض للمواطن المصري. واندخل للمحاصيل الاخرى. ان احنا نقول عاوزين نصدر. وهنرجع بقى نستورد. يعني احنا هنصدر وبعدين لسه هنحتاج ارز فنبتد نستورد تاني. ونستورد منتج اقل جودة من اللي احنا صدرناه. اللي ايه الميا اللي احنا صدرناه. وممكن يكون بسارق اعلى. فالموضوع عاوز رؤية عند الفلاح نفسه. يعني يبقى مدرك تماما للخطوات اللي تتخذها الدولة. ايه الهدف منها? يعني هو ايه الهدف ان احنا نقول لك لا احنا عندنا مساحة معينة هنزرعها من الارض. وهي دي اللي هتحقق لنا الاكتفاء الزاتي. ان انا عايز احافظ على الميا. وعايز ان انا اتوسع فيه مساحات اخرى. هسرعها بمحاصيل مفيدة ليا. في هذه المرحلة. احنا بنتكلم على رجوع او عودة القطن المصري مرة اخر. بنتكلم على التوسع في زراعة الالاف عشان النهوض بالسروة الحيوانية. ده يتم ازاي?